اشتركوا في القناة مؤكدا سموها على دور المبادرات الامنية والخدمية الرائدة كمبادرة خيم الالكترونية والمسابقة التراثية معاني من البر وإقامة العديد من الحملات الامنية في الاسهام بالشكل الإيجابي في تعزيز المشاركة والوعي الامني بين المواطنين ومرتادي البر كما شهد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة بدور الجهات الامنية والحكومية والخاصة في تعزيز الشراكة المجتمعية في بذل المزيد من البرامج الامنية وتنظيم سلسلة من الحملات التثقيفية التي شهدها الموسم بالإضافة للمبادرات التي ستقام الشهر المقبل كما اطلع سمو محافظة المحافظة الجنوبية على عروض مرئية تضمنت أبرز مقاومات الامن والسلامة في موسم البر والامكانيات المتاحة لتعزيز التواصل إضافة إلى عرض أبرز نتائج سلسلة الحملات الامنية التي أقيمت بشكل متوالي لتأكيد دعائم الامن والسلامة العامة للمواطنين طوال الموسم ترجمة نانسي قنقر أولاً نحن متواجدين اليوم في مركز خدمات المخيمين ولا شك أن المحافظة الجنوبية خلال هذا الموسم أطلقت العديد من المبادرات الأمنية والمبادرات الثقافية والمبادرات الاجتماعية الهدف منها هو التواصل مع المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم طوال الموسم ولاحظنا خلال بدء هذا الموسم إقبال غفير من ناحية المسجلين ومرتادي البر وشهدنا أيضاً العديد من الترتيبات والمبادرات الأمنية بالتعاون مع مختلف الجهات في وزارة الداخلية وكذلك لاحظنا إطلاق مسابقة المحافظة الجنوبية معاني من البر للحفاظ على المصطلحات البرية وكذلك أطلقنا مبادرة خيم للتواصل مع المخيمين وكذلك هناك مبادرات قادمة خلال الشهر القادم وذلك لتعزيز الشراكة المجتمعية فمعنى ذلك أن الموسم خلال هذا العام لدينا العديد من الإنجازات والعديد من المبادرات الاستثنائية التي هدفها التواصل والشراكة والتعاون مع الجهات كافة ونتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق والنجاح وضرورة الالتزام بكفة المعايير والمبادر حرصا مننا على سلامتهم وحرصا مننا على موسم آمن وناجح بإذن الله شكرا